ومسيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد يا رسول الله أنك أرسلت داعية إلى الرحمن فدعوت فاهتزت لك السقلان أخرجت قومك من ضلالات الهواء وهديتنا إلى الواحد الديان أما بعد فمرحبا بالسادة المشاهدين مع بر الوالدين نعيش من أراد الدنيا من أراد السعادة في الدنيا والآخرة فعليه ببر الوالدين من أراد المال فعليه ببر الوالدين من أراد حب الناس فعليه ببر الوالدين من أراد حب الله فعليه ببر الوالدين بل أتيك اليوم وجئتك اليوم بهدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر بن العاص جاء رجل إلى حبيبنا وإلى رسولنا وإلى شفيعنا يقول له يا رسول الله جئتك أريد الهجرة معك والجهاد يا رسول الله ولكني تركت أبوي يبكيان يا الله قطع الوهاد والجبال والأودية والسهول حتى وصل إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يهاجر مع رسول الله ويريد أن يجاهد مع رسول الله لإعلاء كلمة لا إله إلا الله ثم يقول الرجل ولكني تركت أبوي يبكيان يا رسول الله أنا رجل بطن أنا جعلت مشاعر الأب ومشاعر الأم تحت قدمي في سبيل أن أهاجر معك يا رسول الله وأن ألتحق بالجيش المحمدي انظر ماذا قال له الحبيب النبي قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما يا الله كم مرة أبكيت أباك كم مرة أبكيت أمك والله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه ها هي رسالة من أم لولدها تقول له يا ولدي وهي رسالة لي ولك تقول يا ولدي منذ خمسة وعشرين عاما عندما أخبرتني الطبيبة أني حامل سعدت سعادة بالغة ومرت تسعة أشهر ما بين تعب في الطعام وفي الشراب وفي المنام وأنا سعيدة حتى جاءت ساعة الولادة وامتزجت دموعي أي دموع الفرح بدموع الألم ولكن غلبني الفرح عندما سمعت صراخك وأنت تبكي عندما وضعت على هذه البسيطة أي على هذه الأرض وسبحان الملك تنضي الأيام يا ولدي وأنا خادمة لك غير مكلة وغير مملة أجعل لك فراشي حجري وأجعل لك غذائي صدري أغسلك بيدي حتى كبر السن وأصبحت قويا يافعا فبحثت لك عن زيجة بحثت لك عن زوجة وجاء يوم الزفاف وإذا بجرحي في قلبي على فراقك يا ولدي ولكن دموع الفرح غلبتني طيب معنا اتصال إن شاء الله سلام عليكم سعادل طيب انقطع الاتصال حاول الاتصال مرة أخرى إن شاء الله تقول له يا ولدي ولكن غلب الدموعي أو غلب فرحي دموعي وسبحان الملك إذا بك يا ولدي تنساني وكأنك لا تعرفني نساها حتى بالاتصال حتى باللقاء تقول أشتاق إليك يا ولدي أسمع الناس يقولون عن جودك وعن كرمك فأين أنا من الجود وأين أنا من الكرم ألم تتذكرني يا ولدي ألم تذكرني ألم تذكر أني أصهرت ليلي وأضمأت نهاري وأجعت نفسي من أجل راحتك أنت يا ولدي رأيت بياض الشع في مفرق الرأس وكما تدين تدان فتعال وكفكف دموعي يا ولدي تعال وكفكف دموعي يا ولدي أتدري أن أحب الأعمال إلى الله بر الوالدين يا سبحان الله عن عبد الله بن عمر يقول وقال أنس بن مالك الأنصاري قال الحبيب النبي عندما سئل ما هي أحب الأعمال إلى الله يا رسول الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله يا الله تقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله وكأن بر الوالدين هو نفسه جهاد لماذا؟ لأن حبيبك النبي أما صليت عليه صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبك النبي يمشي ومعه الصحب الكرام فمر عليهم رجل شديد القوة نشيط الحركة فقال الصحابة لو كان هذا في سبيل الله يا رسول الله لو أمسك بسيفه وقوسه ورمحه وجاء وجاهد معنا في سبيل الله يا رسول الله فقال النبي إن خرج يسعى على نفسه ليكفها عن سؤال الناس فهو في سبيل الله وإن خرج يسعى اسمع وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن خرج يسعى على أولاده صغارا فهو في سبيل الله وإن خرج يسعى رياءا وسمعة فهو في سبيل الشيطان عندما تأتي بدواء الضغط بدواء السكر بدواء الكبد للأم الثكلة ولهذا الأب الذي احدودب ظهره وسقط حاجباه وغلبه المرض وزارته الأمراض عندما تأتي إليه بكساء أو طعام أو شراب أو دواء أنت بذلك في سبيل الله تعمل أتريد المال؟ نتشاجر الآن على المال ربما تقاتل الأخ مع أخيه من أجل المال ربما خاصم الجار جارة من أجل المال أتريد المال؟ اسمع بعدما تصلي على الحبيب النبي يقول رسول الله من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصر رحمه يا الله وأحق الرحم بأن توصل رحم الأرض ورحم الأم الله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رجل يأتي إلى رسول الله يقول يا رسول الله أنا شاب ذو مال كثير وذو أولاد كثر وإن أبي هذا أخذ غنمي وأخذ مالي فإذا برسول الله ينظر إلى هذا الأب الذي كبر سنه وضعفت قوته فيقول للولد أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك قصة من الواقع كان هناك رجل عليه دين وكان عنده أضياف وطرق عليه الباب ففتح ابنه وكان في الثلاثين من عمره فدخل رجل متهجما على أبيه وهو يقول له أيها المماطل سدد ما عليك من المال أيها المماطل سدد ما عليك من المال فقال له ابنه يا عمي أنت في بيتنا وعندنا أضياف اتق الله في معاملة أبي قال اسكت أنت فقال أبوه نعم علي دين لهذا الرجل فقام الضيوف وانصرفوا ثم قال الرجل أما أنا لك أن تسدد ما عليك من الديون قال إن شاء الله أنا عرضت المكان الفلاني أو قطعة الأرض الفلانية للبيع وإن شاء الله بمجرد أن أبيع هذه القطعة سأتيك بتسعين ألف من الجنيهات فقال له الرجل أنا سئمت من كلامك ومن وعودك فقام هذا الولد الشاب وكان قد جهز مبلغا لزواجه ثلاثين ألفا من الجنيهات فدخل على خزانته الخاصة وفتحها ثم جاء بهذا المال وقال له الرجل هذا قصط أول وأسألك بالله لا تسيء معاملة أبي وأسألني أنا في باقي القصطين الباقيين فإذا به يقول يا ولدي أبوه يقول يا ولدي طيب سلام عليكم أمو السيد معنا اتصال سلام عليكم أمو السيد يومي الشيخ تفضلي أسمعك أسمع حضرتك تفضلي أنا شيخ أنا بوجي اهتصال تمام فضلي استمر أسمعك قطع للتصال فإذا به يقول له يا ولدي عرسك قريب فإياك أن تعطي لهذا الرجل هذا المال وأنا إن شاء الله سأسدد ما علي من المال قال لا عليك يا أبي فطبعا زي احنا ما بنقول في المثل عصفور في اليد فأخذ الرجل الثلاثين ألفا وانصرف فإذا بهذا الأب يبكي فجاء هذا الولد وكفكف دموعا هذا الأب المسكين ثم قبل قدميه وقبل يديه وقبل رأسه وقال يا أبي والله لو كانت الدنيا بين يدي لا أعطيتها لهذا الرجل ولا أرى دمعة واحدة تزرف من عينيك يا أبي فضمه أبوه إلى صدره وقال يا رب وسع على ولدي في الدنيا والآخرة يا الله كم مرة دعا لك أبوك وكم مرة دعت لك أمك والنبي يقول ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن ومنهم دعوة الوالدان لولدهما صدق الحبيب المصطفى وانصرف الولد إلى عمله في اليوم التالي وسبحان الملك وبينما هو يجلس وقد ألم به الهم والغم ماذا يقول لأصهاره ماذا يقول لنسيبه فإذا بصديق الله يدخل عليه السلام عليك يا فلان قال أين أنت يا رجل لم أردك منذ ذمن بعيد فقال والله أنا كنت أعمل في دول الخليج ونزلت إلى مصر الآن نطلح فاصل إن شاء الله يا أخواننا ونواصل بإذن الله فاصل ونواصل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله ها قد عدنا إليكم وسبحان الله يذهب هذا الولد البر بأبيه إلى عمله ويدخل عليه صديق له فيقول له أين أنت لم أرك منذ ذمن بعيد قال والله أنا كنت مسافر في دول الخليج وأتيت اليوم خصيصا لك قال أنا قال نعم قال أنا معي رجل أعمال خليجي اشترى مصنعا وشركة ويريد رجلا أمينا يقوم على هذا العمل وأنت هو إن شاء الله قال جزاكم الله خيرا أين أقابل هذا الرجل قال في مكاني كذا ساعة كذا وسبحان الله ذهب إليه قال له كم تتقاضى قال أنا أتقاض سلاسة آلاف غير الحوافز فقال له رجل أعمال ألا يكفيك سلاسين ألفا قال يكفيني والله يكفيني قال وسلاسين ألفا أخرى بدل تحسين وضع اجتماعي ففكى هذا الشاب قال له ما يبكيك قال حدث كذا وكذا مع أبي بالأمس قال وعلينا سداد دين أبيك يا من تبخل بالمال على أبيك يا من تبخل بالمال على أمك والله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه قالها رب السماوات والأرض وفي السماء رزقكم وما توعدون أما سمعت الأم وهي تقول لك يا رب وسع لولدي أما سمعت الأب وهو يقول لك يا رب اعطي ولد الصحة والعافية يا أخي الحبيب إياك أن تفقد بر أبيك وإياك أن تفقد بر أمك نعم نعم أحسن إلى زوجتك أحسن إلى أولادك ولكن لا تنسى هذا الشيخ ولا تنسى هذه الأم التي تعبت من أجلك أسهرت ليلها وأضمأت نهارها وأجاعت نفسها وهذا الأرض الذي نحت في الصخر ركب البحر والجو هذا الرجل الذي أتعب نفسه من أجلك كان يتدايل من أجلك وأنت الآن أصبحت القوي وهو الضعيف معنا التصال السلام عليكم إسراء السلام عليكم عليكم السلام حضرتك زكي حضرت الشيخ الله يستوريك تفضلي حضرتك أنا متجوزة واحد وكده صحمادي مدايقان وأنا بعمل كل رضيخ مش هفعملها إيه كل المعملها حاجة تقلب جوزة علي مش هفعملها إيه وأنا بحدها أو وبعملها كل اللي هي عايزة يا عمراء تمام أسمعك تفضلي بعملها كل حاجة وبعملها اللي هي عايزة بعملها التانية تقلب جوزة علي وبتقوله أنا مغتك 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 وغزي برضو بيسمح كلامه أنا بقوله شو تسمحش كلامه أمتك أنا بقوله اسمعك تقوله حاجة بس أنا ما عمدلهاش حاجة طيب أجيبك إن شاء الله في أسئلة أخرى بس إلى الأمي ربنا يرحمها ربنا يخلي علي يا رب و يخليها ربنا يطيع عمرها و يحسن عملها يا رب يبركلك فيها و يبركلك في مالك و أولادك و صحتك و عافيتك إن شاء الله أنت والسامعين و المشاهدين الكرام يعني سبحان الله تقول المتصلة بأن حماتها تحسن إليها وهي تسئ إليها أقول لك عاملي هذه الحمى كأنها أم لك يعني الله عز وجل يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يعني سبحان الملك خلي الزوج كده في مرة كده يقول له بالله عليك أنا عايزة هدية بس لا تعلم بها أمي يعني حماتك و سبحان الله تأتي هذه الهدية و تذهب إليها و تقبلين يدها في كل صباح و رأسها و تقول لها أنت أمي والله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه لن أسعد في دنياي حتى ترضين عيني و حتى تدعوين لي بالخير أنا وأولادي و إن شاء الله القلوب بيد الله عز وجل سيجعل هذا القلب لينا رحيما عليك لأن الله يقول للشيء كن فيكون و كان هناك شاب هذا الشاب كان برا بأمه و إذا به يريد أن يخرج في رحلة نهرية فقال لزوجته جاهز أمي حتى تذهب معنا إن شاء الله و كانت الزوجة كهذه المتصلة تحسن إلى حماتها و تحسن إلى أم هذا الزوج المسكين الذي يضحى نفسه في الليل و النهار من أجل هذه الزوجة و من أجل أولادها فذهبت و دخلت عليها و قالت يا حماتي يا أمي نريدك أن تذهبين معنا إن شاء الله تذهبي معنا إلى رحلة نهرية ثم دخل عليها ابنها و قالنا ها ها قد جهزت نفسك يا أمي قالت يا ولدي أما و قد تذكرتني فكأني ذهبت معك قال والله لن تحلو الرحلة إلا بك يا أم والله لن أسعد أنا ولا أولادي حتى تكوني معنا إن شاء الله يا أم فجهز هذه الأم غسل لها البدن و جهز لها تفياب و طيبها ثم حملها على ظهره و وضعها في سيارته الخاصة و ذهب في طريقه إلى رحلة طيب معنا التصال سلام عليك يا سيد الزينب و عليكم السلام عليك يا شيخ الله يسترك أنا عندي مشكلة كده و عايز أحكيها لك يا شيخ تحت أمرك أسمعك أنا متجوزها بجاء يعني وعلى زمت راجل يعني كده و عايشة مع الزوز الوقت بس حلف علي يمين ثلاث بالثلاثة تمام وبعد ما حلف اليمين ده سألنا مشاق جلو لازم أن تكون مع محللتين وهو يعني ليه اسم كده و سمعه و مش عايز يعني يعمل شوشرة كده ولا حاجة تمام فالتفج يعني كده مع واحد كويس و جريب مننا وأنا عارفاه يعني كده و عارفنا و مرتاحين مع بعضين على اساس ان يبقى المحلل ده بيننا يبا حطيت ايدي في تجذب جابانا مع بعض و حطيت ايدي في ايده و بدنا الفاتحة و حسن رقوق بس بعد كده و على يد جوز يعني كان موجود جوز بس دلوقت ما عارفش أنا حان حرام ولا حلال و أصح ولا غلط وأنا دلوقت هو مرميش على يمين الطلاق وصل السؤال و إن شاء الله أجيبك بإذن الله الأخت زينة بالمتصلة تقول بأنها كانت متزوجة و طبعا زوجة و وجع لها ثلاثة أيمان من الطلاق فجاء بمحلل لها أقول لك أنت أخطأت لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المحلل و المحلل له و المحلل هذا تيس مستعار تيس مستعار فأنت ارتكبت إثما و ذنبا عظيما ولكن الأمر الذي كان لابد من فعله بأن هذا الرجل يتزوجها زواج على سنة الله و رسوله ثم لا يؤمر بطلاقها فإن حصل فراق بينهما و أردت أن ترجع إلى زوجتك فنعمه أما غير ذلك فلا يجوز نكمل إن شاء الله حديثنا عن بر الوالدين و هذا الشاب أخذ أمه معه و أخذ الأسرة و أخذ زوجته الحسناء ثم ذهب في رحلة نهرية حتى وصلوا جميعا إلى شاطئ النهر استأجر قاربا ثم نازل هو و هذه الأسرة المباركة إلى شاطئ النهر و سبحان الملك طلاطمت الأمواج و علت الأمواج و انقلب القارب الوحيد الذي يستطيع السباحة الزوج يا الله نادت الزوج الحسناء يا زوجي أنقذني ناد الأولاد يا أبانا أنقذنا والأم لا تنادي لأنها كبر سلها و ضعف جسدها وتنتظر الموت ما بين حين و إين فإذا به ينظر إلى زوجته الحسناء و ينظر إلى أولاده الصغار ثم ينطلق في اتجاه أمه و الناس ينظرون يقولون أجن هذا الرجل أجن مجنون يترك زوجته و يترك أولاده و يذهب إلى هذه الأم الكبيرة في السن يعني رجله الغبر فإذا به يحمل أمه على ظهره ثم ينجيها بإذن الله إلى الشاطئ فقال له الناس أمجنون أنت تترك الزوجة و تترك الأولاد ثم تحمل هذه الأم العجوز المريضة نظر إليها و قال أما هذه فلا مثل لها أما هذه فلا مثل لها يا الله أتدري أن من علامات الساعة أن تبيت الأم و هي تبكي و زوجتك و هي تضحك إياك أن تغضب هذه الأم إياك نعم الزوجة تريدك أن تكون أغنى الأغنياء تريد أن يكون هذا الجيب مبلوء بالمال ولكن تريد أن تشاركك في المال أما الأم تقول لك يا ولدي طيب معنا اتصال السلام عليك يا أستاذ الشيماء السلام عليكم السلام عليكم أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أنا بس بطعبة تشير حضرتك في عمرين بس يعني هم قصندي حياتي أنا بس أنا مش عارفة أنه هم أهلا بحضرتك فيه أو بشارك فيه أو كده يعني فأنا قد أعزي أبتشار حضرتك بس فيه أسمعك تفضلي أهلا بك الله أخير أهلا أولا ما عندي جوزي الحمد الله كان مرتضم جدا يعني في الصلاة وفي العبادة وفي الدين ومكانش كتا فرد في المسجد كده طمعا فحصلت له ازمة ازمة مادية شوية بس هي اثرت على شغله شوية يعني في الفترة ديت من حوالي سنة الليت وبيبعت عربينا مرة بنا عدتش بيصلي في المسكت بقى بيصلي في البيت ففاجأة بنا عدتش بيصلي حتى في البيت طبعا انا كنت متجاوزة طبعا عشان خطر الانسان ملتزم وكويس وعلى خلق وكل حاجة وهو مش اي حاجة اصرت في صحيح الا الموضوع ان هو بعض عربنا شوية فطبعا ذا شيء مديني انا نفسيا اه فحتى اه لقيته ما كانش بيتقى طبعا للدخان والحاجة ففاجأة لقيته ذا بيبتدي انه يدخن اه واسلم على شغلتي كان مش صاحة مش عجباني خالص فانا لما قعدت اه اتكلم عن الموضوع اللي غيبت عن شغلتي دات ويلتزم وكده لو ما اتزمش انا ممكن احسيبه تمام فطبعا هو بعض انا نشلها بتاحت ديات بس اه وقال لي مخلص ما كانش بيدخن ولا اي حاجة وحاول ان هو يصلي وتاني بس صراحة انا عارف ان هو ما بيصليش تمام يعني هو ممكن يصن بيصلي الصلاة الفجر وكده بس اه ماش بيوظب على الصلاة التانية حتى صلاة الفجر ده حست ان هو ما بيصليه ده حول او رقوة اي الا بالله ففي شيوخ عندنا وكده في البلد فطبعا زوجاتهم ام اطعاب يعني فاتكلمت معهم بحيث ان هم يمثل ايه يتكلموا عزواتهم وانصحوا كده عشان خطره هو كنصحبهم قوي يعني تمام وبيصلي مع بعض في المزجد وكده اه فهل انا ازمت ان انا مثلا افشلت سر زوجي كده ان هو مثلا بيت عن ربنا وما معادش يطلي اه بس طبعا انا بعده والله انا حاولت معاه كثير خالص بس انا عايز احد يصلحه طالما انا مش ادرى انا اطلاحي عنه ربنا يعينك يا استاذ الشيماء ربنا يعينك يا رب ربنا يعينك ويسطورك دنيا واخرة ويصلح لك زوجك ربنا يصلح لك زوجك في اي سؤال تاني يا استاذ الشيماء اه طالبا اه هل اه مع علاقتي بي دلوقتي ان انا ممكن اتحمل معي زي هل عايزي طبعا ولا حرام مثلا علاقتي معاه ولا ايه بالضبط طيب اديمك ان شاء الله اه اه عندي بنتي اه طبعا عندها حوالي ثلاثين ومص تمام بنتي ديك ما شاء الله يعني ذاكية خالص وانا بحفظتها قرآن وانا درجة اني حفظت معي طوار قطيرة كتير اوي تمام بس فجأة بي لها بتترخ وبيتعيط ومش عايزة اه مش عايزة اتنام على على صوت على قناة المجد مثلا اللي بفتاحها عشان مني كلنا منهم اه ما بترتاش خالص بتسمع الكرآن اه وبتترخ على طول وبتعيط وبتعمل حاجات كده مش طويس خالص يعني بطريقة طوايات وحيائيات هستيري يعني يعني والله الاعظمين سبحان الله يعني اه بتيجت عاية ما تسمع العبان وتفرش لسجات الصلاة دي هنا متعاود اعملها وبيعندها يزل بيتها حد تروح تلبيت وتروح تريحة شبطل معاي بس هي اوقات تانية بلقاها بتخرج عن حالات قبعية وتعيط كده وتطوق لوحدها انا تجت مش عارف عام ايه قلق اوديها الدكتور نفتاني يعني اجيبك ان شاء الله يا سيد الشامان اجيبك ان شاء الله يا اي سؤال تاني لا اجدك الله خير وخير انجزاك سبحان الله اقول لهذا الزوج الذي ترك الصلاة من اجل ضيق المعيشة اقول لك فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا انما عند الله لا ينال الا بطاعة الله عز وجل الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب بل اسمع الله يقول فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاء عليك بالاستغفار وعليك بالتقرب من الله عز وجل والله الذي لا اله غيره ولا معبود سواه ان قلت يا رب قال لبيك عبدي لما لان موسى بن عمران يقول يا رب ماذا تقول لعبك الطائع اذا قال يا رب قال اقول له لبيك عبدي قال وماذا تقول لعبك العاصي اذا قال يا رب اقول له لبيك 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 عبدي اما بالنسبة للشطر الاخر من السؤال كانت هذه البنت اسأل الله ان يحفظها من العين كانت تحفظ القرآن وسبحان الله تركت حفظ القرآن اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق العين تدخل الرجل القبر والجمل القبر ولو سبق شيء القدر سبقته العين يا الله ممكن ان تكون هذه البنت قرأت امام الناس طب اعمل ايه يا عم الشيخ اقول لك بان الحبيب النبي كان يقول للحسن والحسين طيب معنا الاستاذة وسام السلام عليكم يا استاذة وسام ازاكي شيخ محمد الله يصطرك ربنا يكسك خير يا رب عن الحلقة اللي انت عاملها ويبارك لك يا رب ويزدك من علم يا شيخ محمد اللهم امين يا رب ولكن ليس سؤال بس على الحلقة اللي انت عاملها النهاردة معلش فضالي حضرتك انا انت بتكلم على بر الوالدين وعلى احترامهم وتقديرهم ماشي تقول ليه اخ لا بيحترم الوالدين يعني الام بنيه موجودة ربت وعلمت وكبرت ماشي لا بيحترمها ولا بيقدرها ولا بيعمل لها اي احتضار خالص وكمان بيسيب اخواته في عرضهم يعني حكم الدين عليها انا عايز اسمع حكم الدين عليها لان ربنا سبحانه وتعالى يعني ما يرضاش بكده واحنا عايزين بس نسمع رأيك وربنا يبارك لك يا شيخ محمد بالنسبة لشيماء اقول لها كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين فيقول اعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين اللامة بسم الله ارقيكم من شر ما يؤذيكم ومن كل عين تؤذيكم الله يشفيكم اقرأ الاخلاص والفلق والناس وامسحي على جسم هذه البنت تشفى ان شاء الله بالنسبة للأستاذ وسام والله يكاد القلب يبكي دما كيف لهذا الاخ ان يقاطع هذه الام والله الذي لا اله غيره ولا معبود سواه قالها الحبيب محمد فليفعل العاق اي الذي يسب امه واباه الذي يقطع امه واباه الذي يسيء الى اهله من اخوات من اخوة واخوات فليفعل العاق ما شاء ان يفعل فلن يدخل الجنة لن تدخل الجنة حتى ترضى عنك امك لن تدخل الجنة حتى يرضى عنك ابوك اتق الله في امك واتق الله في اخوتك واسمع لهذا الشاب الذي كان بارا بامه تتصل عليه زوجته يا ابا فلان البيت يحترق قال لها اين امي قالت ولكن بنتيك في الحجر المجاورة للحريق قال اين امي قالت امك في قلب النار امك في المطبخ فعاد الى بيته ثم التف ببطانية ودخل تتساقط عليه الشهب تحرق شعره مرة وجلده مرة لا يبالي حتى وصل الى امه وهي تصرخ قال لا عليك يا ام سينجيك الله يا ام لا تخافين يا ام ثم حملها بين ذراعيه وخرج تتساقط عليه الشهب تحرق جلده وشعره حتى فقأت له عينا وسقط مغشيا عليه وحمل الى العناية المركزة حمل الى العناية المركزة وامه بجواره ليس لها الا دعوة واحدة تقول يا رب يا رب لا تجعلني سببا في هلاك ولدي لا تجعلني سببا في هلاك ولدي ايقن الاطباء والتقرير الطبي بانه لا نجاه لهذا الشاب سيموت ولكن ارادة الله كانت فوق التقارير الطبية عاد الولد الى الحياة ثم فتح عينه الوحيدة التي بقيت له وقال لا عليك يا ام لا تبكين يا ام هو بخير وقد فقئت عينه هو بخير وقد حرق شعره هو بخير وقد حرق جلده فضمته الى صدرها وقالت يا رب انجاني من نار الدنيا فنجهي من نار الاخرة انجاني من نار الدنيا فنجهي من نار الاخرة فاتق الله ايها الشاب في امك واتق الله في اخوتك فعرض الاخوة من عرضك انت كيف تسب اخواتك البنات في عرضهم اتق الله واعلم تمام العلم انه كما تدين تدان كما تفعل يفعل بك اخي الكريم ان احسنت الى ابيك وامك احسن اولادك اليك وان اسأت فلا تلومن الا نفسك لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال افعل ما شئت كما تدين تدان اي كما تفعل يفعل بك ان شاء الله وسبحان الملك يعني كان هناك رجل انجب اربعة من الاولاد بنى لهم القصور عندهم السيارات والخدم فلما كبر سنه وتجاوز التسعين عاما كان الاول يلقيه على الثاني والثاني على الثالث والثالث على الرابع حتى تحرج الاكبر فاخذه عنده فقالت له زوجته اما انا واما هذا الرجل الخرف يعني الكبير في السن يتختار نانا يتختار ابوك قال بل انت مريني اعمل ايه في الرجل ده قالت له اجعله في غرفة السائق يا الله خرج من مال جمعه بيده خرج من قصور بناها على كتفه واذا به يذهب الى ابيه ويقول يا ابي غرفة السائق مشمسة وهي لها شاشة العظام التي عندك دواء قال اللي تشوف يا ابني اللي انت عايز يا حبيبي اللي تؤمر به والابو يعرف ان هذا الكلام ليس كلام الولد انما كلام الزوجة فخرج الى غرفته وكان ابنه لا ينظر اليه ولا يأتيه حتى يسمع كلمة اه اه من شدة الالم وفي يوم انقطع الصوت فدخل على ابيه فوجده انه قد فارق الحياة فاذا به يغسي الاباه ويكفنه ويأخذ العذاء والعزاء ثم يعود الى غرفة ابيه ومعه كيس من البلاستيك ومعه ولد من اولاده عنده عشر سنوات واخذ يأخذ السياب التي اتسخت والدواء الذي فسد والطعام الذي ظهرت رائحته النتنة ويضعها في هذا الكيس حتى ذهب الى طبق من الاطباق واخذ هذا الطبق واراد ان يضعه في الكيس فسارع الولد الصغير صاحب العشر سنوات واخذ هذا الطبق فقال له ابو لما تصنع هذا يا ولدي وقد مات جدك قال يا ابي كنت تطعم فيه اجدي عندما كبر وساطعمك فيه عندما تكبر يا ابي يا الله الله حق فاياك اياك ان تغضب اذاك اياك اياك ان تغضب هذه الام المسكينة متى تنتظر اتنتظر حتى تسمع نعي الام ماتت فلان بنت فلان ام فلان اتنتظر حتى تسمع نعي الاب يا اخي الحبيب اتق الله وتعلم والله الذي لا اله غيره ولا معبود سواه ما سعدنا في دنيانا بحب الناس الا بسبب دعاء الام و الا بسبب دعاء الاب فاتق الله في ابيك واتق الله في امك واعلم وتعلم من هذا الشاب تعلم من هذا الشاب الذي كان في رحلة في طيب معنا له سيد زينة معنا اتصال سلام عليكم عليكم السلام عليكم يا سيخ التصار بسيط بس انا قلمت حضرتك دلوقت تحت امرك يا سيد زينة تفضلي انا دلوقت عايز يعني عايز افهم يعني انا كده يعتبر على زمته ولا هتبكر معي انت ما زلت على زمة هذا الرجل المحلم انت لسه على زمة الرجل الثاني الزوج الثاني انت لسه على زمته مش انت عقدت هو عقد عليك يا اساس زينب يا اساس زينب انت سمعاني حضرتك هو عقد عليك عند مأذون لا طبعا حصنا ازين افازين بعض كده وقرينا الفاتحة جدام جوز يعني كده على اساس ان هو يعني مش عاوز يكفر لا حول ولا اقوة الا بالله يا اساس زينب هذا زواج لم ينعقد ده كده زينب اسأل الله ان يتوب عليك لانه زواج لم ينعقد هو فين العقد فين الشهود اللي حصل ده زينب نوع من انواع الزينب اسأل الله ان يتوب عليك وعليه استغفر الله وانت على زمة الرجل الاول انت على زمة الرجل الاول اما ما حدث مع الرجل الاخر السان المحلل هذا هذا زناء فتوب الى الله عز وجل ولياتوا بهذا الرجل ولياتوا بهذا الزوج واحسنوا يحسن اليكم ويرد ترجع لضار الفتوى اقرب ضار فتوى وتقص عليها هذه القصة لانها اوجعت فؤادي والله وانا على الهواء لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يجب علينا ان لا نستهين بالبيوت ولا بالأسر ولا بالعقود لا بد ان يكون هناك عقد ولا بد ان يكون هناك مهر ولا بد ان يكون هناك اشهار ولا بد ان يكون هناك شهود واتقوا الله عز وجل لانكم موقوفون بين يدي قيوم السماوات والارض واقول لهذا المحلل عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم من يزني يزنى به ولو بجداره ان كنت يا هذا لبيبا فافهمي ان الزنادين ان اقردته كان الوفى في اهل بيتك فاعلمي يا هاتكا يا هاتكا سطر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نكمل ان شاء الله كان هناك شاب في ايام الملك عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وكان هذا الشاب ذهب مع ابيه الى رحلة الحج وبينما هو مع ابيه كان هذا الشاب يرعى الابل وكان ابوه مع الركب فوقفت الرحلة في مكان لتستريح ثم مشت هذه القافلة ثم نظر اين ابي قالوا ليس معنا قال ولا معي فعاد على قدمه في الصحراء حوالي خمس كيلو فوجد اباه قد جلس على الارض يذكر الله عز وجل فبكى وقال سامحني يا ابي والله لم اعرف ان هذه القافلة خلفتك ورأها قال لا عليك يا ولدي لا تشغل بالك يا ولدي قال اقسمت عليك يا ابي ان احملك على ظهري ان احملك على ظهري فحمله على ظهره ومشى وبينما هو يحمل اباه فاذا بدموع الاب تسقط على الاب فقال ما بالك يا ابي تبكي ثم قبل قدمه وهو يحمله قال لا عليك يا ولدي ولكن عجبت من امر ربي لقد حملت ابي في هذا المكان على كتفي يا الله كما تدين تدان كما تفعل يفعل بك اخي الحبيب فإياك اياك ان يحزن ابوك في يوم من الايام لا تقول له يا ابي انت خرفت انت كبرت في السن ليس عندك عقل ليس لك رأي اتق الله يا ولدي فكان هناك شاب كان سريا غنيا وكان رجل اعمال فكان يدخل على ابوه يقول له يا ابي خد بس معاك الايه الالفين ثلاثة دول يقول له يا ولدي والله انت اغنيتني عن الطعام والشراب والدواء والكساء ان لنا عايز انت بجبهولي لبت الدين الفلوس يقول له لا عليك ابي خلا معاك مصريفك ثم يقول هيا بنا يا ابي نذهب لكي نتسوق وبينما هم في الطريق للسوق ويذهب الى متجر من المتاجر ويطلب هذه السلعة وهذه وهذه ثم يتظاهر امام الناس انه نسي المحفظة يا ابي بالله عليك انت معاك فلوس يقول له نعم يا ولدي معي ماذا تريد يقول له حاسب يا ابي فيحاسب الرجل امام الناس من مال ولده نعم ارفع مكانة ابيك بين الناس قوي ضعف ابيك بين الناس اغني اباك بين الناس اتق الله في هذا الشيخ الهرم الذي اتعب جسده واتعب بدنه من اجلك اتق الله في ابيك وفي امك فكان ابوه يخرج المال امام الناس ويظهر امام الناس انه هو الذي يصرف على هذا الرجل رجل الاعمال المشهور فاتق الله اخي الحبيب وكأني بك اتريد الجنة اتريد الجنة نعم اللهم اجعلني وإياكم من اهلها قل امين قل امين الان امين يا رب العالمين كان الحبيب المصطفى يجلس صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فيقول يا رسول الله جئتك اريد الجهاد معك ابتغي وجه الله والدار الاخرة فقال احية امك قال نعم قال فبرها فسم الجنة فبرها فسم الجنة يا الله عندما تقبل قدم الام يا الله عندما تقبل رأس الاب وتقول ادعو لي يا ابي ادعو لي يا امي والله الذي لا اله غيره ولا معبود سواه معنا اتصال ام عزة السلام عليكم ام عزة اسمعك تفضلي يا ممعزة سلام عليكم تفضلي يا ممعزة ايوه سامع حضرتك تفضلي ايوه اه سامعك تفضلي يا ممعزة انا حضرت الشخص بسامق لك انا من جني احسن ناس تفضلي الله يخليك سؤالك ايه يا ممعزة انا من حدين انت على الاتلفون وانا سامعك تمام تفضلي سؤالك ايه انا معي خمس اولاد ما شاء الله تبارك الله تمام مياه انا معي ست اولاد يا 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 باشي طيب ستة مش خمسة تمام فيهم واحد مخاصب مني سبع سنين لا حول ولا قوة الا بالله تمام وداني النيابة خمس مرات محارب خواته تمام افتاد بنات تمام يا ممعزة فيه واش ده مطلق امتي يحددك افدا تمام تمام ولا انا يحدث من اولدين في الطريق معا سيارة يحو تاكن انت بتدعيله يا ممعزة ولا بتدعى عليه امين اه والله ما عارفي لا ادعيله بالهدايا ادعيله بالهدايا لا انا زعلان خالصي انا زعلاني ولدي خالص اسألك بالله يا ممعزة اياك ان تكون اياك ان تكون ممن يدعون على اولادهم ادعيله قلوا ربنا يهديك يا ولدي لا 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 طيب يا ممعزة علي بعض مودن النيابة والمركز وكل المطارح اشتكاد فيه اجيبك يا ممعزة اخذ اكتر من حبه في الورد ان شاء الله هجاوب عليك يا ممعزة هجاوب عليك يا حاضر فيه اي سؤال تاني الله يخليك يخوز ربنا يسترك يا ممعزة ربنا يصبرك ربنا يصبرك رسالة الى هذا الذي قاطع امه اتقي الله في هذه الام العجوز اما سعت عليك وانت صغير اما اتعبت جسدها اما اصهرت ليلها اما اضمأت نهارها يا ولدي تب وارجع واعلم تمام العلم انه طيب احنا وصلنا الى اخر الحلقة فاسأل الله في علاه ان يكون بيني وبينكم لقاء دمتم في امان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته